الرحمتات في رمضان لكن ما يخصصوها بيوم معين دائما نرى التخصيص تشريع أن نتقبل هذه الأشياء يعني عندك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق في رمضان أجود ما يكون وأجود من الريح المرسلة يصدق في رمضان إذا كنت تطبح لك عندك عتوت كنت تصدق بيه لا يوجد مشكلة أن تطبح عتوتك وتصدق بيه أعمل يوم 26، يوم 13، رمضان، يوم 17 أعمل في أي يوم ما تربط بشنو بيوم معين أما لو ربطت بيوم معين يبقى كده أنت شرعتها التشريع والتخصيص دير دليل ما يجدوا لك يا أخي الصدق يا أم والله قبل نحن قلنا القاعدة إنه العام ما تتخصص به الدليل العام دليل صدقة والنبي كان يصدق في رمضان وكان جوادا بس خلاص نصدق في رمضان يوم 12، يوم 10، يوم 6 لكن أما يخصص بيوم معين ده مجوز مجوز والزعاء لكم بره وكده ما يمشي كرامة كيف يعني؟ الكرامة يا أخوانا الذبيحة تكرمًا مثلًا إنسان وضعت ليه إمرأة أو رد ليه ربنا غائب أو شو فيه ليه مريض ونحو ذلك كويس؟ وطبح كرامة دي على نوعين إما يطبح الكرامة دي زي ما بعملها الناس تقربًا للشياطين يقول لك المولود ده لو ما ضبحت ليه بينسخط بيجيك مسخوط يقول لك ده ما بينفعك بعدين ولا البيت الجديد ولك لو ما ضبحت ده وشلت من الدم ولصقته كده في الحيطة ها الشواطين يقول لك ما بريحك في البيت ده شفت كيف؟ ده مجوز شير كده أما لو كانت الكرامة شكراً لله ربنا أداك ولد ها وهب لك بيت جديد بنيته ربنا أكرمك بيه حاجة وعملتها صدقة لله كده بس الكرام لله ما في حاجة دي دي فما في حاجة من الأمور المباحة وصية القحطان بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان